زمان كنا بنسمع وصايا من أهلنا وجدتي كده كانت تيجي تقول لي وحكولكم موقف شخصي حصل معايا شخصيا كنت في تانية بتدائي تقريبا ما تكلموش حد غريب وانت ماشي حد يقولك تعالى وديكي لابوكي أو أمك وقفة هناك هي وبتنادي عليكي وبعتتني أخذي الحلويات دي ايو بعتروحي معايا بقولكم الموقف اللي أحكيه كنت في تانية بتدائي ودائما بقى جدتي تقولي الكلام ده دايما يعني ده حاجة محفوظة وانت نزلة وانت طلع وانت مش عارفة ايه كده يعني كنا شخصا بنطلع وننزل كتير يالله مبارك يعني كان عندها البلكونة واسعة والبيت وكان نهيسة يعني لكن هي وانا راجعة وقالدي تقيت لي انا حاول معرفش على ايه وفي مسافة النجار وبيتنا بتاع حوالي شارعين يعني وانا هاجل زمان كان الساعة 8 بالليل دي كان فيه مسلسل بيجي والناس كلها تتفرج على المعادل القناة الاولى والقناة التانية فقط والناس كلها في بيوتها بتتفرج على المسلسل وبعدين واحد قدام بيتنا بالزبط يعني قدام العمارة بالزبط وريني بيت نادية قلت له اه بيتها اه قدامك قال لي لا مش نادية دي نادية التانية شو ده ما عبيت انا انشاء معي راح قلت له اه هنا وانا ماشي معا با وري فرق البيت ده والبيت ده يعني بتاع حوالي امطار يعني افتكرت كلام جدتي وهو حد يقول لي كذا ده حرامي قلت لو انا هعمل اي حرقة هيمسكني ان انا قريبا من قلت له انا هوريك البيت انا هوريك البيت فاتطمن امت جاي يلفه وجري يجري جدتي عملت معايا حاجة ما كانش لسه في اساليب التربية لانا هقولها لكم النهاردة وانا عمالة حضر لكم عمالة بص انا دائما بحضر احاول اختصر النقاط عشان يعني ما تتعبوش معاي وانا بحضر نقاط قلت جدتي عملت معايا الامر التربوي ده مين وفين ومين الحرام قلت لها اي وصفيه ويلا نجيب عمك عمي بقال يعني ايه اللي هو بينزل يخلص في اي حاجة او اللي بيبهدل الدنيا ويجيب عمك وننزل ومش عارفة نروح فين وبعدين اي وصفيه قلت لها كان لابس طائية ومش عارفة وارجل قسير ونزلت معايا خدتني من ايدي كده ونزلت عمتي وامي ونزلوا معايا شوف الدعم اللي حصل ووفين وبص كده عالناس اللي ماشي هما نزلوا معايا عشان ما خافش هما نزلوا خلص هون راجل مشي أصلا بس هما نزلوا معايا علشان ما خافيش ونحن كذا وحنروح وحنبلغ زمان كان الكلام ده بيتقلن دلوقتي عملية الخطف يعني يعني الكلام ده يتقل مثلا لأطفال مثلا سبع سنين تمن سنين دلوقتي عملية الخطف لأطفال السن بتاعهم أصلا ما بيستوعبش الكلام ده طفلة سنتين بتتخطف وزي ما قلتلكم تختصب وتترك عشان بتموت لا ده رعب أو مش عارفة فيه ما بين ما بين الأسر إيه فيغضوا الولد وإطاعه ده كرسة رعب داخل الأسر بسبب عاملات الخطف والإجرام اللي بيبع الخطف بقى خلى البيوت أصلا تفقد إحساس الأمان عشان كده احنا مش بنكلم الأم بس لا ده احنا نكلم الأم وتوجهاتها إيه للأولاد وفيه عندي حكومات وفيه عندي منظمات مجتمع مدن وفيه عندي وسائل للتوعية الوضع مش هينفع يفضل كده إزاي إحساس الأمان الموجود للأولاد يروح وأصلا أمهات خايفين خايفين على أولادها من هول الحوارس اللي احنا بنسمحها كل يوم حوارس الميكروبصات ورقبة ميكروباص وقدامها ست وهنا طب الميكروباص ستاتة بس بيختفوا واللي مش عارفة ترش إيه ودي تعمل إيه وتخطفها يعني الفتاة لما قومتهم فتاة المعادي قومتهم دسوها هم حطينها تحت البتاع وسحلينها بالعجل العربية الناس دي ما بتخافش ربنا ولا اللي بيخطف ويشيل ابن من أمه ولا اللي يخطف حدك مش خايف هيقابلوا ربنا إزاي العالم دي يعني ونساء اللي بيشتركوا يعني العصابات دي كمان نساء يعني أنت أم وعندك إحساس الأموم راح والله ولو خدت ملايين والله ملسحت ولا هيبقى فيه برقة وهتفضلوا فقرانين وهتفضلوا ما فيش برقة وفيه محو برقة في قلب البيت في أسباب للخطفة آه يعني عشان تبقى الظاهرة دي بالشكل المخيف دا واحدة صاحبة بنتي منتصل عليها بتقولها اللو لأ بنت أصلا سبور وسبوره رياضية يعني بتتصل عليها بتقولها أنا الست بتقولها تعالي مش عارف ايو بتقرب عليها وفي واحدة بتقول لقيت واحدة ورح قد قامت جاءة زقدي وحيد على الأرض وجريت لازم نوعي ما بقاش بس أطفال بس خلينا ناخد حتى حتة الأطفال دي